نحن جئنا هنا اليوم ليس شجباً للمجازر الإسرائيلية بقدر ما هو شجب للمواقف الغربية من هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والإنسانية وقد تحصل لدينا كأحزاب سياسية وكمجتمع موريتاني بأن الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيام القربية بالنسبة لنا أصبح من الماضي وأصبحوا الآن يلبسون ورقة التوت لأن هذا العدوان لا ينبقي أن يستمر ولا يمكن أن يستمر ونحن في موريتانيا وهنا باسم الأحزاب السياسية وباسم الشعب الموريتاني وباسم المسلمين في جميع انحاء العالم لا بد أن نخبر الدول الغربية أننا شركاء وأننا شركاء في الإنسانية وفي الديمقراطية وفي الاقتصاد وفي كل شيء ولا يمكن أن يضربوا بعرض الحياة كل هذه العلاقات وأن يكون الشعب الفلسطيني يضرب صباحا مساء بدون أي شجم من هذه الدول هنا أريد أن أقول أن الحكومة الفرنسية بشكل خاص لم نكن نتوقع أن يكون موقفها بهذا الشكل وأن يكون موقف رئيسها بهذا الشكل ليس حياديا وليس سياسيا حتى بل هو دعم كامل مكشوف للحكومة الإسرائيلية المتطرفة فيما تفعله بالشعب الفلسطيني وهذه الوقفات ستستمر إن شاء الله وسنقوم إن شاء الله بمظاهرات احتجاجا على هذا ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذا العدوان ونطالب الشعب المرتاني بالتماسك وبدعم الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وشكرا جزيلا